واضح وضوح الشمس عشان كده لابد من ضربة البداية معه مقالي ومقاله خسارة موجعة فهل تكون كاشفة منتخب مصر النهاردة خسر خسارة موجعة فعلا نخسر من أسيوبيا 2-0 في ملاوي فتتساوى الأربع منتخبات في المجموعة الرابعة في تصفات الأمم الأفريقية لنهاياتها تكون في الكودفوار السنة الجاية الأربع منتخبات تساوى في ثلاث نقاط كل فريق ثلاثة لأن احنا خسرنا من أسيوبيا أسيوبيا كانت خسرت من ملاوي ملاوي النهاردة خسرت من غينيا اللي كانت خسرت من مصر فاشتبكت المجموعة لكن الأداء والمستوى الهزيل للمنتخب أعتقد كان موجع جدا أنت بتقول كشفة هي كسفة طبعا لأن أنت بتلعب عارف لو بتلعب أسيوبيا في أسيوبيا كنا حنقول والله الضغط والمنخ والأكسجين لأن ما احنا متعودين نتعب في المنخ ده لكن أنت بتلعب في ملاوي أخذ بالك فأنت هتعمل ليه مع ملاوي اللي كسبت أسيوبيا أنت أصبح مش مش مطمئن أنك أنت حتتقاهل ضمن فرقتين في المجموعة دي هو الوضع كده معناه إيه الوضع كده معناه إيه أن احنا الكرة المصرية اللي احنا مو نشغلين عن النهوض بيها وعملين بس نشتغل على بعض ونخبي جوابات ونزق في حاجات غلط ونعرق الحاجات صح لا احنا مش شغلين للكرة المصرية أستاذ إبراهيم وكل يوم والتاني محتاجين دليل يعني تلعب على أرضك تطلع قبل دور التمانية في كأس الأمة الأفريقية يوم ربنا يكرمك وتروح كأس العالم تروح تتزيل مجموعتك اللي فيها السعودية وتأدي أداء يعني مخجل وبعدين تسمع كلام يقولك هنحقق ولا محدش حقق أو بيحقق أو بيكتشف حاجات مش عايزين يعلنوها ما هو في حاجة محيراني ومحيراك ومحيرا الرأي العام الذي عزف تماما عن فكرة بقى المنتخب يلعب كات الناس بتندفع إلى المدرجات وتعيط عند التعادل أو الهزيمة أو التهديد لأن النهاردة إيه اللي جرلنا أخطر حاجة يا سيد إبراهيم أنك تصل إلى حالة اللام وبلها دا دليل نكرمية طوبة كل حاجة طيب خلينا نمسكها واحدة واحدة أنت بتقول الناس كانت بتيجي المدرجات وسعيدة وبتشجع غياب الجمهور جزء مؤثر لا أتبع غياب الجمهور دولة احتياري يا إبراهيم هو أنت المتش اللي فاتن ملعبته ومش كان ممكن تستقبل عدد أكبر من كده بكتير ومسموح لك في ملعبك إيه اللي خلي الناس مرحيتش شعورها بإني مفيش حد سمع لهم مفيش حد مهتم بالكورة منشغلين أو فيه مصالح ضيقة قوي قوي يا جماعة طب حقول لك حاجة حنحسن النية والظن ما خلاص بقى المجموعة اللي عمالة خدت الفرص دي كلها تعالوا نشوف حلول أخرى يا أستاذ إبراهيم إحنا تعيل لنا محدش راضي ليه وقف قدام النصيبة دي تلات سنين بنضار بموظفين تبع الفيفا عشان حصل فراغ إن في مجلس مشي طب وهي يعني التاني يوم الصبح يبقى في انتخابات لاحيتك ما بتقولش كاته مين أستاذ إبراهيم تلات سنين لاحيتك ما بتقولش آه خلاص انت قعد تقولش راضي أستا كان اللي ما معرفش أتناقش بالطريقة دي لا ليه لا إذا كنت عايزني تنكشني عشان أقول حاجة أنت عارفها قولها انت لا أنا بسألك فيه إرادة فيه إرادة كان إن إحنا نعمل انتخابات ناخد فيها ثلاث سنين آه أنا أرفض من أول يوم من أول يوم الليحة بتقول إيه مدير الاتحاد التنفيذي يدير لأقرب انتخابات وخلال ثلاثة شهر يكون عامل انتخابات فيه إيه يا أستاذ إبراهيم محدش كان عايز يحصل كده الذين يحركون قرة القدم هم هم كانوا عايزين انتخابات أراش لا هو أني أنا اللي حعلق الجرس الوحدي حعلقه معايا طيب خلينا نقول لا لازم تقول مش حزيبة لا لازم أقول أنه أنت بعد الاخفاق للمنتخب الوطني في بطولة كاس الأمم الأفريقية تم حل مجلس الإدارة استقال هاني أبو ريدا ومجلس إدارته اللي حل المهانة سعد اللي بيقول عليها بتقول أن المدير التنفيذي ساروة سويلم كان وقتها يدير الاتحاد لحين أقرب جمعية عمومية وادعوا الانتخابات فجأة اكتشفوا أنه هاني أبو ريدا هو اللي بيدير ساروة سويلم فاستقال ساروة سويلم فحصل فراخ كامل لا فيه مدير تنفيذي ولا فيه كمان مجلس إدارة استقال ولا استقيل الاتنين استقيلوا المجلس استقيل وساروة سويلم استقيل هاني أبو ريدا لما كان بيدير بيدير ساروة سويلم ما قدرش اللي جان ما أنا هكمل لك انت فجأة يجيح حصل فراخ اللايحة اللي انت ماشي عليها الطول بتعدلها فبقينا تجيب مجلس إدارة يعمل اللايحة نظامه يعدله ولا يعمل ايه تدخل هاني أبو ريدا وتدخلت وزارة الشباب والرياضة وتدخل الفيفا وجدت فاطمة سمورة الفترة جاية لما بالتوافق مع الاتحاد الدولي لجنته نعمل لجنة الرعاية أو لجنة الوصاية اللي المهندس عادلي بشيرع عليها جيه العمر الجنيني أدار بلجنة خماسية فاتهم انه هو خرج على الخط الدولي ففجأة راحوا مقعدين ما تيجي تتوقف عند الاختيارة أساس برايب أجيب عمر الجنيني بصفته الخبير اللي حينقذ مصر يعني الاختيار ده ايه معناه يعني بتسيب كل الناس اللي ممكن لو دخلت تنجح وتتبت وبعدين يمشي ويجي لك لجنة سلسية أصبحت أحدية تتحول إلى أحدية من أول يوم فكان كل ده بسبب الفراغ اللي حصل من ديوان لو كان مجلس الإدارة بتاع هانيا بوريدة استقال وسروة سيلم عمل انتخابات كانت تنتهت المسألة طبعا ايه لكن الفراغ اللي حصل خلنانا في ثلاث سنين الثلاث سنين حصل فيهم هذا التراجع لكن هذا التراجع هو وليد اللحظة يا أستاذ بريم والله يعني المستوى المستوى طب انت مش بتقول مجلتنا من 40 عاما شوف العنامان هتلاقينا بنتكلم في نفس الكلام في نفس المشأكل مش معقول احنا مش عايزين ليه نمشي زي العالم ما هو ماشي هو العالم يعني هي سر إدارة كرة القدم دي سر يا سيدي ده أعلى أعلى سلطة كروية الراجل اللي قاله ما حادش يقدر عليه بلطر لا أتم الإطاحة به بلاتيني اللاعب المعجزة بيحاكم النهاردة تاني هو بلطر انت أنا مش عايز حد يتحاكم مش مش ده هدفنا بس ونبي جربوا قيادات كروية حقيقية تستطيع ان تنهض بكرة القدم المصري ما نعيش في نفس الدائلمة أستاذ براهيم احنا عايشين عشان نحاق لناس أهدفها كرة أن تصبح الكرة المصرية سلما لصعود الأفراد إلى المناصب الدولية لا احنا عايزين العاكس احنا عايزين العاكس